موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المشاهدين نلتقيكم مجددا ببرنامج أسرار الدهور اللي يارض على قناة النهار عراق وإن شاء الله اليوم نتحدثكم على الجن ومالجن وما الجن وكيفية خلقه وشلون اتصاله بالإنسان وشلون العلاقته بالأمور الروحانية وشلون علاقته أيضا بالطلاسم وشلون علاقته بالأمور الفلكية وبالطاقات وسيطرتها على الإنسان والأمراض اللي تجي من الجن وإن شاء الله كلها إن شاء الله تستمتعون بهذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الملائكة المحدقين في قبر الحسين سلام من الله عليكم أبدا ما بقينا وبقى الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مننا لزيارتكما الآية المباركة اللي تخص بسم الله الرحمن الرحيم تخص صورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحالي إنه استمع نفرا من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآن عجب يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه جد ربنا ما اتخذه صاحبا ولا ولدها الآية المباركة تديه على وجود إنه الجن موجود وإن الجن باستطاع تيسمع ويرى وإحنا لا نراه قصة الجن ورواية عن الجن إنه خلق الجن قبل الإنس وإنه الجن خلق من نار والإنسان من قديم الأرض وهذه روايات معروفة ولكن الجن وما هو الجن وأصناف الجن الجن يكون من أنواع متعددة أو صفات متعددة ومنهم الجن الطيار ومنهم جن الغطاس ومنهم جن الناري ومنهم جن المتحرك ومنهم جن الخارق ومنهم جن أسماء مسميات كثيرة إلها وهي كلها تصب في موقع الجن والجن هو عبارة عن خلقة بسيطة ولكن مرور الأيام ومرور الزمن والأزمان اختلفت هذه الخلقة كانوا يعبدون عبادة صحيحة أو كانت لهم عبادات منتظمة ولكن بعد خلق أبونا آدم سلام الله عليه سيدي ومولاي اختلفت الأمور واختلف الكلام واختلفت الآراء وأنه كان بليس أحد الجن اللي هو كان من الجن أنه بليس وأباه واستكبر وأصبح من الظالمين أنه أكو موجود منهم الظالم ومنهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم اليهودي ومنهم الصابئي ومنهم النصراني ومنهم الصفات ومعددة جدا جدا كخلق بني آدم كالبشر فإذا نريد نحكي على موضوع الجن والحلقة الخاصة نحن نعم على الجن إن شاء الله نحكي وما هو الجن هو وجوده وأين يوجد طبعا مسألة معظم الناس اللي قارين عليها قارين واللي ما قارينها نوضح للأمر أنه الجن موجود في كل مكان في كل مكان الجن يتواجد حتى معانا في الدار يعني كل واحد ببيته عند جن وياه وهو ما يشوفه وما يراه ولكن أكو أوقات ينزل الجن مثل بوقات الصلاة إن كان البيت يتلبي قرآن وصلاة إنه عمار الدار تسمى عمار الدار إنه هم يسكنون معاه في الدار أو طبعا أكو سكنة المراحيض اللي هم أيضا من الجن يسكنون المراحيض أكو سكنة الحمامات أيضا يسكنون في الحمام يعني البيت يصير أكثر من عائلة أو أكثر من شخص به من الجن يكون متواجدين به وعمار الدار هم دائما إنه يكونون منفعة لصاحب الدار أو أذية لصاحب الدار إن كانت الاختلافات والأمور اللي عندهم يصير إن كانوا مسلمين يفيدون صاحب الدار اللي هو من الإنس طبعا الجن منا الجن الصالح ومنا الجن الكافر منا جن المسلم ومنا جن اليهودي طبعا أكو يهودي صالح وأكو نصراني صالح وأكو مسلم كافر يعني أكو مسلم إنه جن مسلم هو كان مسلم أيضا كالبشر شلون إحنا عدنا يعني بالبشر وشلون نفس الحالة اللي صير عدنا إنه موجود مكتوب اسم مسلم وهو يقتل وينهب ويسلب ويكذب وامور كله صور عنده نفس الحال انه السحر اللي موجودين يدعون مسلمين ايضا هو انهم كفر بالداخل يعني الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى اعمالكم ولا ينظر الى صوركم بل ينظر الى قلوبكم الله سبحانه وتعالى هو الميز هذا الشيء وبعض الناس انه تميز بطريقة الكلام طريقة العمل وتعرف انه هذا مسلم صالح او كافر او شوف الرواية اللي تنطع لها انت بداخلك المهم نرجع لمسألة الجن هو وجوده طبعا الجن خلقه قبل خلقة ادم والجن اختلف على اعمارنا يعني احنا اكبر عمر عندنا في البني ادم انه كان في الصين او في اي بلد انه يكون عمره يوصل الروح مية وخمسة عشر مية واربعين اكبر حد هسا اللي موجودين وكانت بزمن الانبياء سلام الله عليهم كان اكثر العمر ولكن هسا اختلف العمر ووصل يعني ثمانين خمسة واثمانين سنة هذا الشجاع اللي يوصل اللي ملتزم بطاقته وبدنه ويوصل لها المرحلة كل ما تمر السنين كل ما يقل للاعمار وتقل للاعمار فالجن لا يختلف عنه انه اعماره عاشر اجداد اجدادنا يعني اذا ترجع لهم للشاب تلقي عمره فات 400 خمس مية سنة مو مثلنا يعني ولادته انه يقال انه تسع السنوات يبقى في رحم امه يعني اكو كتب تنصب هذا الشيء واكو حوار صحفي مع جنه مسلم احد العلماء في هذا المجال اختص بي ودرس هذا الموضوع وتكلم مع الجن اللي يحضره على هيئة قطة وتكلموا اياه وتكلموا اياه بصورة حقيقية او صورة انه اتشخص او دخل في القطة او كشخصية القطة وتكلم معاه وسأله كل الاسئلة بحيث انه اجعله حوار صحفي يعني انه الحوار انه محاورة بيناتهم وكرام كثير جدا جدا وكلنا دون ونزل هسه موجودة مع الانترنيات اذا تكتب حوار صحفي مع جنه مسلم موجود هذا الكتاب اللي نصعدها فمسألة الجن المسلمين منهم والكافرين منهم ومسألة انه احتصالهم ببني آدم طبعا كل انسان معاقرين كل انسان معاقرين وقرينه من الجن ليس من الملائكة ايضا وجود ملائكة ولكن ملك الجن انه يحمل علامة انه الملك كبير قوما من الجن ملك من الجن له خدام وله سلالة وله قصورة واموال عدهم لهم اطبال مهندسين عدهم شك وشي عدنا موجود عدهم في حياتهم ولكن احنا ما نراهم ما نقدر نشاهدهم وما يشاهدون ابدا اللي في مجالات انه كان تلبس او كان عمل او كان كذا يشاهد الجن لان الجن لا يرى لا يرى ابدا اللي اذا صار عندنا يعني نظره بسبب نقول سبب الانسان يصير بتلبس او سبب الانسان انه تكون عنده بصيرة بعض الشي يرى الجن ولكن ايضا ما يرى بصورة الحقيقة انه حتى الروايات تنص انه ذا الجن تكلمت معاه ينطيك وصف ينطيك الوصف ما لا بالضبط انه ذا رد نوصفه وريد شوي يصير مشاهد يستلقي النهو المعلومة انه شكله بشع شكله غير جميل ولكن هم معدهم انهم جمالياتهم وخاصتهم وانه شك اشكالهم متشابهة ومتقاربة طبعا طولة اكبر جن واطول جن اللي هو يكون اكثر من شبرين ما يصعد انه نقول 30 سنتيم 40 سنتيم ما يصعد اكثر من 40 سنتيم هذا طول الجن وطبعا الهيئة مالته والشكل المالي يختلف عن بني ادم ولكن نفس تضاريس بني ادم نفس الحواس بني ادم يختلف بشي واحد انه غذاءه تختلف معدها ومعاه انه غذاءه هو الرياح وحنا غذاءنا الطعام اللي ما خرج من الار وهو خلقه من نار ينذبذبت النار المارج من النار انه ذبذبة لا ترى بالعين المجرد انه ذبذبة شي بسيط او شي بشلون اللي هو يطلع منها بالضبط فالجن الصالح منهم انهم عباد الله سبحانه وتعالى اتهم عبادة خاصة او اعتهم صلاة وصوم وزكاة او اعتهم هواي امور يعني يلتزمون ملتزمين بالله سبحانه وتعالى الآية المباركة الدل انه قل اوحالي بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحالي انه استمعا افرا من الجن وقالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرجد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه جد ربنا ما اتخذه صاحبا ولا ولده يعني انه الجن يسمع وسمع القرآن والقرآن اللي موجود في زمننا هذا بعد الرسول الاكرم علي افضل الصلاة والسلام وعلى البيته انه بعد القرآن انه سمع الجن معناها انه الجن سمع شي عجيب والعجب انه قبل نبينا محمد علي افضل الصلاة والسلام بزمن نبينا موسى بزمن نبينا سليمان بزمن نبينا داود كان الجن موجود وكان يتحرك وكان انه الارض الى سائدة الى وحتى كانت اتهم قبائل وعشائر ومستوطنات لهم بالجبال وفي السهول وفي الوديان وفي البحار منهم الغطاس منهم الطيار وحتى في السماء موجود منهم الجن فالمسألة بما فيها انه الجن موجود والجن انه منهم الصالح اللي قلنا انه يعبد الله سبحانه وتعالى ويكون مسلم او يكون نصراني ولكن ما اخذ طريق العدل وما عنده اذية على الانسان وما عنده اذية ارقتلك ايضا انه يكون يهودي وما عنده اذية ولكن نقول الجن الابالسة او العفاريتي من الجن اللي هما يدعون مسلمين او يتشكلون بصورة انه انسان هو او عفو جن صالح او جن يعمل الخير ولكن هو ما يعمل الخير لان اكو ملائكة من الجن ملائكة من الجن اللي هما مسؤولين على هؤلاء القوم او هؤلاء المجاميع اللي موجودة تكون عليهم مسؤول من ملك او احد الملوك انهما طبعا مسميين الملوك السبعة اللي هما اعتقد اعتقد سميهم اولاد الشيطان اللي هما اسماهم ومرة ومذهب وشمهورش واسما اخرى كثيرة جدا جدا موجودة لهم واسما مسميات لهم ابو فلان ابو فلان ابو فلان مسميات لهم هذولا هما ملائكة من الجن يتوكلون في الايام السبعة او كل يوم الى خاصيته او كل يوم الى خادمة من الملائكة السفلية انه سموهم اللي هما السفلية سموه انهما في الارض والبلائكة العلوية الموكل علي انه احد الملائكة العلوية اللي هما في السماء اللي هما سلام الله عليهم الملائكة النورانيين الملائكة اللي هما عبدة الله الحقيقيين اللي هم الله سبحانه وتعالى هو يستخدمهم لكل شيء فصناف الجن ونوعية الجن كنا احنا الجن من الطيار ومن الغطاس ومن الكافر ومن سكرت السهول ومن سكرت البحار وسكرت الجبال ولكن الصورة نفس الشيء الصورة نفس الشيء الصورة نفس الشيء المسألة الصورة نفس الشيء يعني شكله انه يكون يكون شكله مشابه للكل ويكون انه ان شاء الله يكون طبعا الجن متشابهين وشبههم مقارب جدا جدا ولكن يختلف بالأعمال والأفعال مالتهم ان شاء الله نكمل الموضوع فاصل ونعود لكم ان شاء الله نكمل الموضوع عدنا يكون بعد الفاصل عزيزي المشاهدين احنا قبل الفاصل تشده نحن تشعلم والموضوع الجن وهو الجن يعني من نحن يشابهون ولكن بالأفعال يختلفون او بالديانات يختلفين ديانات عدهم كافة الديانات طبعا رواية قارهة لحد الاصدقاء انه مروية انه منصوصة على سلام الله عليك سيده مولا الامام موسى بن جحفر انه يقال انه اكثر من اربعة الاف خمسة الاف ديانة عدهم يعني انهم ايضا نفسنا انهم شون هس احنا في الارض اللي موجودين بني آدم انه الديانات بختلفة اللي يعبد الفار اللي يعبد الكذا ايضا عدهم موجود نفس الحالة لعبادة عدهم طبعا وعدهم التكاثر يختلف عننا ومو نفسنا التكاثر انه يكون عدهم موجود النساء بنسبة قليلة وليس وجود النساء بنسبة كثيرة لولادتهم اكثر هالجن ينصموا يا بالجن نسبة الولادة الجن اكثر من الله طبعا الجن هل بسطعته يتكلم مع الانسان نعم ولكن في شخصية يتحلها او يدخل في احد اللي تكرموني الحيوانات جل السامع الحيوانات الموجودة وبسطعتها يتكلم في لغتك وبسطعت الجن ايضا يدخل في الانسان الانسان إذا دخل في غيبوبة يتكلم الجن مع الانسان وهاي الحالة انا شاهدتها واني شفتها واذا تحبون اسأل فيكم الرواية مالتين ومرة من المرات جابوا لي شاب والشاب متأذي جدا جدا يعني تخلص حياته عثراته وتعب وأهله بالبيت تعبه منه راح الأطباء هواي أطباء عرضه ما وجده عنده حاله ولكن الله سبحانه وتعالى مكننا انه شفناه ودخلنا ببيتهم وهم الناس يسمعوني هسا فالرجل هذا متلبس تلبس كامل يعني تلبس كامل التلبس مالته انه فاقد احساس فاقد المشاعر فاقد كثير من الامور يعني يمشي بالشارع ويسقط ويوقع تنشق وجه يشق يعني استونه خطيئة ووقعا كله ايديا مجرحة الولد يجي تصيصها تيجي تحشي ساعة طبيعي ورا ساعة ساعتين يرجع له فهذه يسمونه الجن الطيار اللي بداخله فسبحان الله رحنا عالجناه ودخلنا يوم وصار الحديث بيننا اثنين انه بلشت برقية شرعية ويها ببركة محمد وانا محمد وقمت اقرأ عليه تقريبا ساعة وربع اقرأ عليه اهني الحد ما شفت هذا الرجل نام يعني دخل في غيبوبة ونام فسبحان الله انه نهض نهضة عجيبة ما قدرت سيطر عليه يا صديقي لزمت نزلتها بالقاع وضعت القرآن على صدره فتكلم تكلم بلغة يعني قارئاني شايف بس هاي اللغة ما سامحها ما مارة عليها هاي اللغة فهاي اللغة انه تسمى اللغة السريانية طبعا اكو كلمات انا ما عرفها ابدا ما عرفها غار اللغة السريانية ولكن ما عرف هاي كلمات اللي موجودة ففي نفس اللحظة تكلم قلت له انطق باللسان عربي انطق باللسان عربي وضغطت عليه حصنته في القرآن وضغطت عليه في القرآن فتكلم وتكلم بلغة عربية فصحة حتى اخوه كان قاعد يوم يقول اخوي ما ما تخرج يعني ما يعرف يحشها الحاجة الرجال ما عنده اي ثقافة فالرجل قلهم يتكلموا ياه بلغة عربية بحتة فصيحة او سألني والاغرب منها انه سألته الرجل هو اللي جابهني ما يعرفون اسمي سألني جاوبني باسمه اسم امي او اسمه اسم ابوي يعني من سألته فهذا اللي قربني الى وانه وضعت انه وجيدت انه صحيح من الجن فلاحظت انه كلم القرين مالي او اتصل بالقرين مالي وشفت الرجل انه متعذي وسألته وطلبت منه واخذت منه عهد واخذت منه ميثاق وامام شهود امام عائلته وصار بيناتنا يعني اتفاق بينه وبين الجن بانه يتركه ما ردت حرقية او ما ردت انه يأذي لجنين هذا الرجل يتأذى فعرفت الرصيد وعرفت الموضوع وتكلمته فتكلمت انه وجدت انه الجن يتكلم في لغات عدة او طبعا يظاهر مسألة الظاهر انه الانسان اذا تلبس بالجن او دخل فيه الوسواس الخناس فيه صدر طبعا انه فد معلومة يعني انه الجن ما يدخل بالجسد يتلبس الانسان كامل لا يوفي العقل يوفي الصدر انه يكون يغمى عليه ويتكلم وياك فقط لسان انه هو يحركه او يصير وسواس بالصدر شي قلة ينطق شي قلة صدره ينطق الانسان اللي هو موجود المصروع او المريض بمسألة الجن هاي المسألة اساسية الصير عند الانسان اذا كان بيتلبس من الجن لا سامح الله هذا منين اجاه هذا الانسان شنون دخل للجن وشنون دخل له هذا الجن اليهودي اللي تكلمتوا يا عاني واللي هو طلع يهودي شلون اجاه فمن سألته جراء الاسئلة قال انا مرصود وانا اسمي عوسق عوسق ما عرف فرنسية اسمه انطعني اسم من الاسماء طبعا كررت عليه عدة مرات بتجلسة انه نفس الاسم مغيره واباغته اظليت اباغة الشخص هذا او الجن اللي بيه قمت اسئلة اسئلة بعيدة يعني اسئلة عن العراق شي سير بيه اسئلة عن كذا عن شخص عندي ميت سألته عليه قال هذا ميت عن شخص سألته عليه انه كان يما موجود بالسيارة صاعد ويانا قلت له هذا الشخص وين فلان من فلان قال هذو موجود بالسيارة قاعد لي برا وهيش لابس وهيش لابس يعني انطاني دلائل وانطاني شغلات انه تأكد انه جن فقلت له شتريد منه وشل اللي رايدة منه ماذا تعمل به قال انا مبعث اليه قلت له مني بعث قال انا عندي ملك اقوى مني هو اللي هو اللي يوجهني زين انت الملك هذا شن اللي يوجهه شن اللي جبرة على انه ترسل لهذا الانسان ليش انت ترسل لهذا الانسان وليش انت تدخل في هذا الانسان فاكو شغلة السحر مسحر والرصد وتمكين الجن او الانسان الذوري الروحانين اللي داخلين خلوات او السحر اللي داخلين خلوات يسرعتهم من نوع من نوع الخديم او خادم من انه يصير توكيل عنده ملك علوي او سفلي يصير عنده مسألة هاي المسألة موجودة فيتوكل عليه ويصير عنده يوكل يقول له هذا الانسان يريدك يسوي لي كذبي كذبي او احنا قلنا سحر الجنون و سحر المس و سحر الشراب و سحر مميت اكثر انا اكون اسحار مميتة فهذا الرجل يريدون انه يأذونه ليش ينتقمون من اهله و ينتقمون من عائلته هذا شخص من الاشخاص اللي مريت تعاني بيهم الله شاهد الحالة او شخص ثاني انه امرأة امرأة ما تلبس بها الجن المغربية دخلت للحمام او اسبحت او استحمت و طلعت فيقول زوجها جاي الصلة وقعت عالصلاة من ورا الصلاة بعد صارت الحالة اللي بيها اللي قامت تنصرع و قامت تسوي اشياء عجيبة يريبة قامت تتوقع تقول له هالشكل تقول له هالشكل فزوجها خطيئة تعب ورادي خلص بناء المشكلة اخذها الاطباء ما وجد لها علاج واخذها الناس قراء وناس سادة وناس علماء بهذا المجال ايضا ما وجد لها نحمت الله وانشكره واني ايضا همرحت لها وشفتها اه واتكلمتوا ياها وسبحان الله انه صديقوا ياي احد المشايخ شيخ ماجدوا ياي دخلنا عليها ورقيناها فوجدنا انه ايضا انه مس من الجن في جسدها ولكن مس من الجن من اين جاها وشلون دخل لها هاي لا عمل ولا سحر ولا كذا انه جايبه مي حار مي حار او ما تسلق بشي سالكته او شي وجايبته شامرته وين بالملحاض فبالحمام من شامرته فهو حار فقاتل الجن اولاد الجن اللي موجودين من سكنة المراحيض فهذا احد اخواني راد ينتقم من هاي العائلة فهي قصة حقيقية يعني اوضح لكم موجودة عندنا بالعراق اكثر من اربع قصص مثلها فراد ينتقم منين من العائلة اللي هي حرقة اولاده لان اولاده من وقع عليهم الماء ماتوا اولاده من الجن يعني الجن يقتل يموت احنا بصداعاتنا الموت الجن يعني تقدر تقسم عليه اقسام وذبلك عليه مادة تحرقة تنهي فهي موجودة هاي المسألة وانه بالاخص الماء الحار او وقت الوروب اللي ذبته قبل لا تدخل تسبح هي اللي ذبته او صار عليه انه احترق هذا الولد او الطفل اللي ابناء الجن فارادوا ينتقمون اهله فاجوا عليهم على اضعف الناس واضعف شيء اللي بالبيت اللي هذه المرأة وهذه المرأة دخل بصدرها وقام يوسوسلها ويجعلها الوسواس واللي وصلت المرحلة انه تريد تنتحر وذبت على نفسها اكثر من مرة نفط وذبت نفسها بالستشين وذربت بنفسها موس وشربت اكثر من اربعين حبايا شربت تنتحر فمن التكلمة تقوله كاني ما مسوي هذا الشيء انا اش وقت سويت ايش وقت انا مقاعدة يومكم هذا الحاجة اللي هي موبعيها او عقلها ميمها هاي حالة ايضا من الحالات اللي شفتها موضوع التلبس موضوع اخر ايضا موضوع التلبس انه دار قديمة ابنية ارلا يرحمها ويجعل مثواها الجنة انه انا رحت عليها وشفتها وتكلمت وياها وتكلمت وزوجها واخوها ايضا رقيناهم ما اجت الرقي وياها والحمد لله الله سبحانه وتعالى بيض وجهنا امامهم وطلعنا ولكن انه ان ابنية قتلت نفسها فهاي الابنية قصتها ايضا نفس الحالة انه انحصرت ببيت بيت التزام عالي عشائري اتها اطفال اطفالها الناس فقرة هم زوج هيطلع للشغل يتعب ويجي يجي تعبان البيت اللي هم ساكنين بيه بيت يعني تحت انقاذ او شيء بنى وعليه انه بيت تجاوز نقول احنا من عالم الفقرة اللي متجاوزين اللي هسا زمننا هاضي يعني قبل اربع سنين هاي الحالة صارت بيت تجاوز بيت مبني عليه على قمامة على زبالة وشكذا فانبنى البيت وهذا البيت الابنية تقول انا طبعا اسمع اصوات واسمع اشياء بالبيت واسمع اشوف شيء يدبي اشوف شيء يمشي اشوف شيء بالبيت يسوى هذا فالابنية خايفة وصارتها الوسواس قامت متاكب قامت انه سبحان الله انه ما الهواهس للاكل ما الهواهس الطب للحمام ما الهواهس بطفالها ما تتقرب العائلتها ما تتقرب زوجها لحين ما قضى عليها انه جسمها بلى وتعب جسمها وهي ثاني شيء يعني الله يرحمها كانت يعني فترة ولادة عدتها فترة بعد فترة الولادة اللي كانت في الحيض قطية واللي هو في الولادة يعني النفاس يسميه بالعراقي انه هي نفسه وخطية ودخل بيها الجن وتلبس بيها فسبحان الله لحد ما يوم قتلها ظلت تقريبا خمسة اشهر على هالحالة انه بلغناهم دير بالكم انه الشينون ستشين الشينون كذا لان هي حاولت عدة مرات الانتحار لحين ما وصلنا اليها ويوم الانتحار انا رحتلها وشفتها حارقة نفسها ودخلت يمها انا ولد شرط لدخل عليها دي اخذ فادتها وانا دخلت شفتها فكلمتها قلت لعم مش بيش ليش اشغل تسويتي قالت موانين هذا واقف يمك هذا بقرون الله شاهد هاي شاية حجتها وانا صارت عندي خشعرية بحيث انه ما قدر اشوفه وما قدر اسيطر عليه لان هاي البنية الشابة الطفلة انه راحت بسبب الجن اللي حركها اللي والله الله يرحمها انه توفت وراحت الدار حقها نحمد الله ونشكره فهاي قصص احد القصص اللي انا مريت بيها وان شاء الله نكمل وفاصل ونعود لكم عندنا لكم اخواننا بعد الفاصل والقصص اللي حتيناها لكم هاي قصص حقيقية انا مريت بيها نفسي شخصيتي ابو غزوان واللي شفتها واحد من القصص انها قارب يعني فالمسألة بما فيها انه الجن يأذي الانسان والجن باستطاعت انه يقتل الانسان ولكن السبب الاساس السبب الاساس اللي دائما نأكد عليه ونعود عليه انه انه قلة الايمان وضعف الايمان عد الانسان احنا هسا يعني شنو اللي عدنا نقدر نتمكن من الجن انه انه اللزمة او الشبقة او قولة يحرقونة او ناخذة انه اسير انه يعني شنو الامكانية لعدنا احنا مو انبياء لا ولكن يصير عدنا امام الله فمنهاج ماشينا عليه ان شاء الله ماشينا عليه بحق محمد واهل محمد انه نقدر باستطاعتنا انسوى هذا الشيء وياهم لانهم عدهم خوف من يمنا يعني انا احد المرات انه جن تلبس بانسان او حركات الانسان انهم يقل لي من او اصلك احس يعني فشي مغنطة بيناتنا او شيء هذه انا قلت لي قلت لي هاي مغنطة هذا التحصين اللي انا محصن بيه الصبح واللي كل انسان يقدر يحصن نفسه بيه انه صلاة الصبح اللي هي تكفيك شر الجن والانس طبعا وعيات المباركات تقرأها تحصن نفسك من الجن وللعلم الجن بسيط يعني الان انا اللي شفته واللي لاحظته واللي عشته انه الجن مسألة جدا جدا خلق بسيط يعني اذا ترجع تكلمه بلغة او توصله في القرآن يعني تقرأ عليه قرآن اي انسان مصاب تشوف الجن انه يطيع عمرك يعني بسم الله الرحمن الرحيم واذا صرفني اليك نفر من الجن يستمعون القرآن يعني الجن من استمع القرآن قالوا انصتوا فلما حضروا يعني العية المباركة الدل على انه انصت اسمع اسمع القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ما صرفني اليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضى وله الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انه سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق المستقيم الحق والطريق المستقيم الحق اللي هو دين محمد الحق دين الاسلام الحق هو دين الله هو الله الحق يعني يقلك يا بني آدم اتبع الحق اتبع سبل النجاة اتبع على موت تنجل على موت توصل المفتغاك على موت توصل الحياتك اللي رايتها انت اللي تعيشها اللي هي ترضى الله سبحانه وتعالى وتقربك لله سبحانه وتعالى فالمسلم يجب عليه انه يحافظ على نفسه يحافظ على نفسه بصلاته بصومه بعبادته هواي امور يسويها وهي بسيطة انه تبعد عنه حتى العين الهامة واللامة والتجن والتابع والقرين والوشواس والشبشب والعفارية كل هذولها اسماء انت بستطعتك انت احسن خلقه او اجمل خلقه الله خلقك بستطعتك انه تبعدها وتبعد عنك فالموضوع بما فيه انه الانسان بستطعته انه يحافظ على نفسه من الجن يبقى عندنا ارسال الجن او تحكم الانسان بالجن هل الانسان يحكم الجن؟ نعم قلنا يدخل خلوات خاصة عفوا يدخل خلوات خاصة او يدخل طقوس خاصة تخص الامور الروحانية او يدخل لها عن طريق اسماء موجودة او اضعته علماء وهي الاسماء مجربة اللي هي طبعا من شقة من اسماء الله واسماء الله لها خديم من الجن والملائكة اسماء الله وكل القرآن محفوظ بملائكة الله سبحانه وتعالى ولكن ايضا موجود جن يحفظون القرآن وجن يحافظون على القرآن والاحرف والاسماء اللي موجودة في القرآن محفوظة من الجن واسماء الله ايضا لها خديم ولها اعوان ولها طقوس خاصة في القرآن تخص الها او تتبحها يتبحها الجن ويصير الانسان عادي يدخل به هاي المسألة انه عنده فد عزيمة او فد اقسام خاصة ويصير عنده مصداقية ويقول الله سبحانه وتعالى يصير عنده الحكم على الجن ومعلومة انه اخوان الروحانين من يدخلون في الخلوة بدون يحكمون واحد من الجن فاني لاحظت هاي الشغلة ولاحظت انه انه دوء ظل مليون سنة احن ما حاجه يش مليون سنة فالاف السنين والظل والظل اتكمل بهاي طقوسك اذا ما يصف قلبك مع الله ثق بالله العظيم لا يقرب اليك الجن ابدا ما يأجيك وما تحكمه وما توصل الله وما تقدر تتحكم به وما تقدر ايضا اي شي تسوي ليش لان صفاء القلب الجن يرتاح لك يوصل لك بسم الله الرحمن الرحيم وعلقيت عليك محبة مني الله يطيك محبة اللهم اجعل محبتي في قلبه هذا خادم هذا اليوم يا منفس عن كل محزون ويا مفرج على كل مجون ويا من خزائنه بين الكاف والنون الهي اسألك بسر الكاف والنون ان تجعل خادم هذا اليوم محبتي في قلبه يعني انت تريد توضع محبتك في قلب هذا الرجل شون توضع المحبة اذا انت كان قلبك مو نظيف الا نظف قلبك علشان انه يصير عندك محبة لخادم هذا اليوم وهو خادم من الجن طبعا مشوفة ولكن يقضي لك بعض الامور ويسهل لك بعض الامور اللي هي في الامور الروحانية فبا استطاعت الانسان يحكم على جن انا بالنسبة لي ما حاكم على جن او امام الله احكيه او امام الملأ انا ما عندي حكم جن ولكن عندي دراسة وضعت فد اساسيات للجن انه اكو حضور عندي دي يصير والحضور انه ما ألم سبيدي احسه في احساسي فقط وهذا المبدأ اساسي عندي لانا ما اكذب بهذا الموضوع او صادق بهذا الموضوع امام الله ام اي واحد يسألني اقول انه ما عندي جن ولكن اكو حضور عندي يصير عندي حضور في الايات المباركات والاخسام اللي خاصة اللي حافظها والكتب اللي قرأتها صار عندي بعض الحضور اللي هو اقدر عند الانسان انه اسرع واسحب وكذا ولكن في القرآن وليس عندي في القرآن الاساسي الاساسي انه القرآن والبخورات الخاصة اللي استخدمها فنرجع ونحكي على حكم الانسان للجن نعم يقدر الانسان ولكن مو كل الانسان يحكم هل الجن يدخل بالانسان نعم يخترق الانسان ولكن ما يبقى ساكن عنده يخترق الانسان الجن يضرب مكان وين الجن اذا يريد يضرب الانسان وين يضرب المكانات انا اقول له جسد كله يقدر يضربه من رجل الراسة او يقدر انه او رديق طح يقدر بس ما يقدر يقتلك نهائيا إلا أنه الوسواسي يتغلب عليك وتصبح عندك حالة اليأس واليأس أنه بعد الموت يصير عندك فمسألة الجن أنه يوكل عليك يوكل على الإنسان وصير التوكيد وصير الأمور طبعا شوف أنهم هذه معلومة أيضا بسيطة أنه هي دائرة فلكية نحن نقول هاي الدائرة هاي الدائرة كالساعة خلالنا أسحبها يعني كـ 12 قوم في الساعة أنه شغلتنا أو نحن في مجالنا الأمور الروحانية اللي نقول هذا العالم الروحاني أو هذا المعالج الروحاني أو هذا عالم فلكي هاي كلها في نفس الدائرة أو في نفس المجار أو في نفس المجارة يطوفون يعني نبدي من القرآن للرقية الشرعية أنه دخول في الروحانيات القرآن نستخدم الروحانيات الأفلاك يستخدم فيه القرآن والروحانيات الأبراج تستخدم بها الفلك والأمور الغيبية أو الفيزياء يعني الدخولها بالفيزياء والرياضيات والمعادلات اللي موجودة عندنا اللي بحياتنا نمارسها الطبيعية ولكن تمزج وتختار منها اختارات يعني مثلا حتى الرياضة يسمونها رياضة الروح حتى الأشياء الرياضية إنسان هذا يبتأي منع على أكل يعني ما يأكل أي شيء طالعه من الروح أو مذبوح أو كذا أو بيه روح ما يقدر يأكله فهذه المسألة أمور روحية هاي حتى تخص الأمور الروحانية يعني كلها في دائرة واحدة العلم الفلكي الأبراج حتى الأبراج الصينية الأمور الروحانية العلاج الرقية بالشرعية الأحجار الكريمة الشاكرات الطاقة البرتالوجية الأحشاب الطبية أيضا دخول الأحشاب وأيضا عليها الخيرة والاستخارة في القرآن هاي كلها داخلة في مجال واحد ومجال الروحانيات كلها متصلة شي بشي أو إنسان أكون يتمرس وشغلة وحدية ويفلح بيها وأقول لا إنسان يحب يطور بيها يمارسهم كلهم يعني يمارسهم كلهم فهاي المسألة أساسية أو هاي المسألة إنه دخول الروحانيات ودخول الأفلاك ودخول الملائكة كلها على مسألة الجن ومسألة الجن طبعا حلقات يحتاج لنا طبعا وإحنا الوقت ما يسع لنا لكن حلقات يحتاج لنا نشرح عن الجن وإن شاء الله أشرح لكم بحلقة ثانية وعلى خلقية الجن وخلقته وكيفة الخلقة وإن شاء الله نلتقيكم مجددا على خير والبركة بحق محمد وآله محمد السلام عليكم اشتركوا في القناة